واللا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهدوا أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه إجابة على طائفة من الأسئلة التي طرحها الإخوة والأخوات عبر موقع المجرة الإلكتروني إجابة السؤال الأول شخص اعتمر العمر الواجبة وبعد أدائه للسعي اكتفى بقص بعض الشعرات من رأسه ليتحلل من إحرامه فما حكم هذا القص هل يقزي أم لا يؤمر الرجل إذا أراد أن يقصر شعره أن يأخذ من كل جوانب الرأس ولا يقتصر على أخذ بعض الشعيرات من يمين الرأس ومن يساره فإن هذا خطأ لكن من وقع في الماضي فإنه يعذر ولا يقال بإلزامه شيء ولكن عليه أن ينتبه لذلك في المستقبل وأن يحرص على أن يتحلل تحللا صحيحا بحيث يحلق كل رأسه أو يقصر كل رأسه ولا يقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه أما المرأة فإنها تقصر شعرها من أطرافه بحيث تجمع شعرها وتأخذ من أطرافه قدر أنمله أو قدر خمسة سنتي متر والله تعالى أعلم السؤال الثاني ما مدى صحة ما نسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى صومكم يوم تصومون ونحركم يوم تنحرون الحديث بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه صححه طائفة من أهل العلم ومعنى ذلك أن الأمة إذا اجتهدت في تحر الهلال وأخذت بجميع الضوابط اللازمة للتحر وعملت بما اقتضاه العمل فإن ذلك اليوم الذي يصومون فيه أو يفطرون فيه أو ينحرون فيه هو يوم صومهم الحقيقي ويوم نحرهم الحقيقي حتى لو كان الهلال قد ظهر قبل ذلك ولكن غم عليهم بسبب غيم أو نحو ذلك لأنهم قد أخذوا بما أمروا به ولا يضرهم ذلك أما أن يحصل تقصير أو عدم أخذ بمعطيات العلمية ونقول صومكم يوم تصومون فهذا من الخطأ ومن الفهم غير الصحيح لهذا الحديث والله تعالى أعلم السؤال الثالث أنا طالب أذهب إلى المدرسة من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية ظهرا وصلي جميع الصلاوات جماعة بالمسجد ما عاد صلاة العصر لأني عندما أعود من المدرسة أكون مرهقا فلا يتسنى لي النوم لمدة كافية حيث أني أعود من المدرسة الساعة الثانية تقريبا وصلاة العصر تكون على الساعة الرابعة تقريبا في هذه الحالة هل يحق لي عدم الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة أم يجب علي أن يصليها جماعة الجواب عليك أن تجتهد في الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وإذا وصلت الساعة الثانية والصلاة العصر الساعة الرابعة فإنه يمكنك أن تكتفي بساعة واحدة من النوم وهذا يتأتى بالعزيمة والحرص والمثابرة وتضبيط المنبه أو الاستعانة بالأهل يوقظوك للصلاة في وقتها ولكن إن اتخذت جميع هذه الوسائل ومع ذلك غلبك النوم بحيث لم تستطع الاستيقاظ فإنك معذور في هذه الحالة وعندما تستيقظ أد الصلاة والله تعالى أولى بعذرك السؤال الرابع وهو سؤال طويل تقول أن امرأة مصلي وملتزمة بالحجاب الشرعي والحمد لله وأقرأ القرآن وأقوم الليل إلا أني أشعر بأن ربي غير راض عني وذلك بسبب بعض الظنوب رغم أني عندما أذنب أستغفر ربي ولكن أحس أن ربي غير راض عني حتى أنني أقول في نفسي في بعض الأحيان لماذا أستغفر وأنا أعلم أن ربي غير راض عني متخذ مما يجري في حياة من مشاكل برهانا لعدم رضى ربي عني دائما أدعو بالذهاب إلى العمر ولمثم حتى الآن وقلبي متعلق بمكة وأريد الذهاب وكثيرا أحلم بالحرم المكي فأقول في نفسي ربما ربي غير راض عني وهذا يدفعني للشك بنفسي إلى آخر سؤالها الجواب الإنسان يؤمر أن يكون قويا يؤمر المؤمن أن يكون قويا ولهذا الله تعالى قال ليحيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي هو المؤمن القوي في عقيدته وفي فكره وفي عزيمته وفي جسمه وفي كل جوانب حياته وعندما يكون الإنسان ضعيفا فإن الشيطان يستغل ضعفه فيلقي إليه أمثال هذه الأفكار والوساوس والشكوك بحيث أنه يربط بين ما يحصل له في الحياة من مشكلات أو ما يقع فيه من أخطاء وبين رضا الله تعالى عنه فيفسرها بأن هذا دليل على صخط الله تعالى عليه وهذا غير صحيح فإننا لو نظرنا إلى الأنبياء عليهم السلام وهم أفضل الخلق هم أكثر الناس ابتلاء في هذه الحياة وتعرضوا للكثير من المشكلات فتعرضوا لفقد الحبيب ولنكاية العدو وللإذاء الحسي والمعنوي ووقع لهم كثير مما يقع للناس من الأشياء التي لا بد من وقوعها في الحياة فهل هذا دليل أن الله غير راض عنهم بطبيعة الحال ليس الأمر كذلك وإنما الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فأنصحك أختي بتجاهل هذه الأفكار هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان إلى نفسك ولا تقاوميها أو تطرديها أو تشدين على نفسك وعلى أعصابك وإنما رخ أعصابك وتجاهل هذا الشعور الذي تشعرين به وانظر إلى الأشياء الإيقابية التي معك فأنت بحمد الله تصلين هناك آلاف النساء التي لا يصلين وأنت تصومين رمضان وأنت متحجبة وأنت تقرأين القرآن وأنت مع ذنوبك تستغفرين فهذه أشياء إيقابية تدفعك إلى الرضا وإلى الراحة وإلى نزيد العمل الصالح فإن الله تعالى إذا علم منك الصدق النية وصدق التوجه ليه فسيوفقك عاجلا أو آجلا بفضله ومنه إلى التوبة وستكون خاتمتك خاتمة حسنة بإذن الله عز وجل فاستبشر بذلك وتجاهل هذا الشعور واحرص على عمل الخير وإذا وقعت في ذنب أو خطأ مهما كبر ارجع إلى الله باستغفار فإن الله تعالى يقبل العبد ما استغفر وتاب إليه حتى لو عاد إلى الذنب مرات ومرات والله تعالى أعلم السؤال الخامس هل يجوز للأرمل أن تذهب إلى بيت أهل زوجها المتوفى وتبقى معهم يوما في الأسبوع من الصباح حتى الليل علما بأنه يوجد إخوة لزوجها الجواب المرأة المعتدة تعتد في بيت الزوجية ولا تبيت في غيره أما إن احتاجت في بعض الأحيان إلى أن تخرج في النهار للتخفيف عن نفسها أو لزيارة أحد فلا تمنع من ذلك ولا ينبغي أن تطيل البقاء كفمثلا تذهب قبيل الظهر وتتناول وقبة الغداء معهم ثم بعد ذلك ترجع إلى بيتها ولا تبقى إلى المساء هذا أفضل لها وتخرج كغيرها من النساء في كامل سترها وحيائها ووجود إخوة زوجها في بيت أهل زوجها لا يمنعها من الدخول إلى هنالك مدامة لا تصافحهم ولا تختلي بهم وليس الأمر كما يعتقد بعض الناس أنهم إذا نظروا إليها أو صادف دخولها وجودهم أن ذلك يؤثر على العدة فإن هذه من اعتقادات الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة هل للأرملة أن تعطي وكالة عامة لأخي زوجها المتوفي؟ نعم إذا كان ثقة أمينا فلها أن تعطيه الوكالة ولكن لتحذر من أن يحصل بينها وبينه شيء مما لا يحل شرعا كالانبساط بالحديث أو الخلوة أو التكشف وإنما تتعامل معه بمقدار الحاجة فقط مع كامل سترها وحيائها والتزامها بالأداب الشرعية السؤال إذا قام وكيل الأرملة بشراء أرض الورثة ولم يتم تقسيم المال وظهر أن للزوجة حقا حقا أو صداقا فهل على الوكيل أن يدفع المال من حسابه؟ هذا السؤال غير واضح فأرجو من الأخت السائلة أن تعيد طرحه مرة أخرى هل يجوز ترك المال الموروث دون تقسيم على الورثة؟ لا يجوز ذلك إلا برضى الورثة جميعا الأصل في المال أن يسارع إلى تقسيمه بعد أن تقضى الديون وأن تنفذ الوصايا يقسم المال ولا يحرم وارثه من حقه إلا إذا اتفق الورثة جميعا على عدم قسمته ونبقى على حاله فذلك راجع إليهم هل يجوز أخذ الزكاة للأيتام علما بأنهم يتقاضون راتبا يكفيهم لمصاريفهم؟ ويبقى منه القليل لمحاولة بين منزل لهم أو عمل مشروع مادام راتبهم أو دخلهم يكفيهم احتياجاتهم من سكن ويكرر من سكن ومأكل ومشرب وملبس واحتياجات أخرى ضرورية فلا يعطون من الزكاة فإذا كان مالهم يكفيهم لاستئجار محل استئجار مسكن مع احتياجات الحياة الأخرى فلا يعطون من الزكاة أما إن كان دخلهم لا يكفيهم للسكن وهم مضطرون للسكن فلا حرق أن يعطوا من الزكاة عونا لهم لبناء هذا السكن اللازم لهم بمقدار الحاجة الله أعلم هل يحق لأم الأيتام أي الأرمى لأخذ الزكاة ويتتقاض راتبا يكفيها لمصاريفها ومعيشتها لتوفير المبلغ لأولادها أو لعمل مشروع لا يجوز لها ذلك مدام دخلها يكفيها للاتزامات الحياة الضرورية فليست من المستحقين للزكاة والله أعلم هل يجوز فحص امرأة صائمة من قبل طبيبة؟ نعم إن كان هناك ضرورة للفحص وكان الفحص في مكان العورة مثلا التي لا يجوز الاطلاع عليه في الأصل فيجوز للصائمة أن تكشف مقدار الضرورة للطبيبة والصوم لا دخل له هنا فإن الصائمة وغير الصائمة سوى في هذه المسألة أما إن لم تكن ضرورة فلا يجوز لها أن تتكشف للطبيبة لا في حالة الصوم ولا في غير حالة الصوم أما إن كان الفحص في مكان لا يعد عورة بالنسبة للمرأة كيدها أو قدمها مثلا فإنها لا تمنع من كشف ذلك للمرأة فإن هذا ليس من العورة بين المسلمات في إحدى أيام رمضان أصطرت بسبب توقعه لنزول الحيض ثم تبين لي بأنه ليس بدم حيض ماذا عليه الجواب إن نزل منك دم وظننتيه أنه دم حيض فأفطرت فليس عليك إلا قضاء هذا اليوم أما إن أفطرت قبل أن ينزل منك شيء بحيث كنت تتوقعين نزول الحيض ولكن قبل أن ينزل شيء أفطرت تعجلا فهذا لا يجوز لك وعليك التوبة والقضاء والكفارة يقول السائل لأخت أرضعتها قدتي أم والدي فأختي يحرم عليها الزواج من أبناء أعمامي وعماتي وسؤالي في حكم زواجي من بنات أعمامي وبنات عماتي لا تمنع من ذلك هذه البنت هذه أختك بما أن أختك هي التي تم رضاعها فلا يحرم عليك أن تتزوج من بنات عماتك أو بنات أعمامك إن كنا لم ترضعهن قدتك أو أمك أو أحد من القريبات التي يؤثر رضاعهن في حلية الزواج منهن خلاصة الجواب إن كانت المرضعة هي أختك ولا يوجد في المسألة رضاع غير هذا فلا تمنع أنت من الزواج من بنات عمك أو بنات أعماتك تقول أنا أحب ولد خالي وهذا أحب من طرفين ونريد أن نتزوج لأن حبنا صادق مع العلم أنني في مرحلة قامعية وبيننا تواصل ولكنه شريف دون مقابلات وغير من الفواحش ولكن عندما أخبرته أن يخبر والده بأمر رغبتنا في الزواج قال بأنه سيستخير وعندما استخرى شيئا سيئا وقال لي ليس الوقت مناسبا لإخباري سأخبره عندما أنهي دراسة الجامعة بعد سنة فما قولك يا شيخانا في هذا الموضوع قولي لك أولا عليك أن تقطع كل صور الاتصال مع قريبك هذا حتى لا يقركم الحديث إلى تعلق شديد بحيث لا تستغنين عنه ولا يستغني عنك كما وقع ذلك لكثير من الناس لأنكم الآن لا تعلمون هل سيتم هذا الزواج أو لا يتم ثم أن هذا الاتصال قد يقركم لأمور أخرى والشيطان يفتح للإنسان منافذ بسيطة ثم يوسعها له بعد ذلك حتى يقع في الفخ فنصيحتي لك أن تقطع كل صور الاتصال بقريبك هذا وتقول له بالحرب الواحد أنا راغب فيك ولكن نتوقف عن كل صور هذا حتى تتقدم إلى أهلي فإن تقدم تزوجتيه على بركة الله هذه النقطة الثانية النقطة الثانية إذا وصل الوقت الذي ترينه مناسبا لزواجك فلا تنتظر أحدا وإنما ركز على أول من يتقدم عليك ممن ترضين دينه وخلقه أما أن تنتظر قريبك هذا الذي لم يحسن موقفه لحد الآن بعد وتمر السن السنون ففي هذه مخاطر وكثير من النساء وصلنا إلى سن العنوسة بسبب طول الانتظار السؤال التاسع يوجد رجل يعمل في المقاولات اسمه ألف يأخذ تنفيذ أعمال من شركة كبيرة وأنا باء وأخي جيم فنملك مؤسسة مقاولات صغيرة جاءنا هذا الرجل ألف وعرض علينا الشراكة بتنفيذ مشروع بناء واتفقنا على أن نقوم نحن باء وجيم بتمويل مشروع القياب المراقبة المالية المشتريات والمصاريب وسير العمل على أن يقوم ألف بتنفيذ الأعمال وتوفير ما يلزم من العمال والمعدات على أن تكون عليه المسؤولية الكاملة في نهاة وتسليم الأعمال واتفقنا على تقسيم الأرباح بنسب معينة ثم قمنا بتسليم دفعا من المال وحيث أن خمسين ألفا للمباشر بالعمل ولكنه لم يقم بشيء وبدأ يماطل ويتهرب على مؤسستنا ويتهرب وعلى مؤسستنا التزام تجاه الشركة الكبيرة قمنا نحن بتنفيذ الأعمال وتوفير كل ما يلزم والغريب في الموضوع أنه بعد فتر قصيرة أصبح هذا الرجل موظفا في الشركة الكبيرة في موقع مسؤولية تخول وتسليم الأعمال مقاولين صغار فقام بتسليم أجزاء كبيرة من الأعمال التي يفترض أنها لنا إلى مقاول آخر وأخذ منه رشو مقابل ذلك ومقابل مع المضايقات كثيرة لنا هذا السؤال من هذه المسألة مسألة دعوة فإذا لم تتفقوا على شيء فارفعوا أمركم من القضاء الشرعي مؤيدين دعواكم بالحقق والبراهين التي تدل على صدق قولكم في هذا والقضاء الشرعي هو المخول وحده بأن يرد لكم حقكم إن كان لكم حق على هذا الرجل هل يصح وضع قصصات ورقية مكتوب عليه آيات قرانية تحت بيت جديد يبنى إن كان يقصد من ذلك حفظها عن التلف فلا مانع من ذلك بشرط أن تكون بعيدا عن المياه وعن النقاسات بحيث توضع الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب شيء من المياه أو النقاسات إليها ما هو الحظ؟ وهل يمكن أن نطلق على فلان بأنه محبوض وغير من العبارات المنتشرة أمنه المسألة توفيق من الله عز وجل لا يجوز في عقيد المسلمين وإنما إن أطلقنا حظ نعني أنه حصل له من غير تسبب منه أو من غير أن يجتهد في الحصول عليه وإنما حصل له هكذا فهذا نقصد بالحظ ولا نقصد أنه حصل هكذا من غير تقدير من الله عز وجل عندما ينسى الإمام القلوز والتحيات الأولى ماذا عليه؟ إن نسي الإمام أو المنفرد التشهد الأول وانتصب قائما ولم ينتبه حتى انتصب قائما فإنه يمضي على صلاته ويسقل لسهوه في آخر الصلاة قبل التسليم ما حكم الاستغفار طلبا للرزق؟ بأن يكتل مرء من الاستغفار راجيا من الله أن يرزقه الذرية الصالحة أو الحياة أو غير ذلك لا مانع من ذلك بل ذلك مما يمر به فإن الاستغفار يفتح أبواب الرزق ويكون سببا للإمداد بالذرية ولكشف الكرب ورفع الهم وفوائد الاستغفار كثيرة فيغم الإنسان أن يكثر من الاستغفار ولو كان يقصر من ذلك حصول هذه الأشياء له فلا مانع من ذلك شرعا يقول السائل أبي متوفى والوالد على قيد الحياة ولكن مشكلته هي أنني لا أستطيع السلام علي الفتر طويلة إلا بالصدفة بسبب أنها تقيم عند أخي المتوسط وبسبب مشاكل عائلية بينه بين أخي حاولت عد مرات المسامحة لكن هو يرفض ما العمله لعلي ذنب عليك أن تتواصل مع أمك بكل وسائل الاتصال الممكن لك فإن كان يمكنك أن تذهب لزيارتها في بيت أخيك فعليك أن تذهب لزيارتها وإن كان يمكنك أن تضيفها في بيتك فعليك ذلك وإن تعذر هذان السبيلان فارسل إليها السلام والهدايا والاتصالات وبذل كل جهدك من أجل أمك وكذا بالنسبة لأخيك اسعى إلى الإصلاح قدر استطاعتك فإذا بدلت ما في وسعك فلا تكلف ما لا تستطيع والله أولى بعذرك الله أعلم هل يجوز للمغترب وهو بخارج البلد الزواج من مسلمة خوفا من وقوع في الزنا بموافقة أهلها وبدون علم أهل الرجل وبدون علم الوالدين برغبة بالزواج وأنه سوف يتزوج ولا يرغب بإخبار والدي يجوز للرجل أن يتزوج المرأة برضاها وإذن وليها ومحر وشهود ولكن بشرط أن يكون راغبا فيها ولا تكون رغبته موقتة بحيث ينوي أن يتزوجها لفتر ثم يطلقها وإنما ينوي أن يستمر معها ما لم تحل الظروف بينه وبين ذلك نعم يؤمر بإخبار والديه حرصا على برهما وخوفا من غضبهما لأن غضب الوالدين ليس بالأمر الهيئ وليتنطف إخبارهما ويبرز لهم شدة رغبته في الزواج وخوفه على نفسه من الفتن فإن لم يقتنعوا بعد ذلك وهو خايف عن نفسه من يقوح في الإثم فلا يمنع من الزواج بشرط أن يكون أن تكون نيته الاستمرار مع هذه المرأة وليس زواجا موقة فحسب والله أعلم كيف يكون العلم لله معنى ذلك أن الله عز وقل يعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء والعلم الذي نعلمه نحن هو جزء من علم الله تعالى لأن الله تعالى هو الذي ألهمنا هذا العلم وأعطانا إياه وأعطانا وسائل اكتساب هذا العلم فمن هنا نقول العلم كله لله عز وجل تقول الأمرأة عندي ذهب مر عليه حول كامل ولم أخرج الزكاة ولكن خلال نصف السنة أخرجت الزكاة وأعطيتها والدي فهل هذا يقول إن كان والدك من المستحقين للزكاة ولم تكون تعولينه فلا حرق عليك بذلك أما إن كان والدك غير مستحق بإن كان غنيا أو مستكفيا أو كنت تعولينه بنفسك فلا يحق لك أن تدفع له زكاتك هل يقود المرأة المتزوجة صبغ شعرها من اللون الأسوأ لللون آخر ولي يقود تشقير الحواجب الذي عليه فتوى سماحة الشيخ المفتي أنه لا يقود تشقير الحواجب ولا تشقير شعر الراس إن كان أسولا وإنما تحافظ على سواده لأنه شعر الفطرة والله أعلم تقول أو يقول أنا مسافر من الشرقية إلى مسقط وصلت مسقط وقت المغرب فلم أصلي فحان وقت صلاة العشاء فعند دخول المسجد كان الإمام يأم المصلين بصلاة العشاء في هذه الحالة هل يصلي العشاء أو يصلي المغرب الجواب صلي المغرب ابتعد عنهم إن كان المسجد واسعا ابتعد عنهم وصلي المغرب ثم استدرك العشاء وإن كان ضيقا فصلي معهم نافلة وبعد الفراغ أدي صلاتك بنفسك المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين إن كنت مسافرا والله أعلم يقول السائل رجل رأى عورة امرأة ويريد الزواج منها فهل تحرم عليه إن كان رأى عورتها فقط ولم يباشرها فالفتوى على أنه يجوز له أن يتزوج بها والمسألة فيها خلاف بينها العلم من نظر إلى فرق امرأة أو لمس فرقها هل له أن يتزوجها أم لا فيه خلاف لكن الفتوى أنه ما لم يباشرها فإنه ولم يولد له أن يتزوجها مع التوبة النصوح لله عز وجل الله أعلم يقول ما قولكم في من كبر تكبير الحرام قبل التوجيه سهوا هل عليه إعادة الصلاة لا إعادة عليه بما أنه ترك التوجيه سهوا فإنه يستمر على صلاته ولا تلزمه الإعادة والله أعلم ما قولكم في شخص غير متيقن أنه لم يكب تكبير الحرام في صلوات صلاة قبل سبع سنوات فهل عليه عادة الصلاة ليس عليه عادة الصلاة الإنسان إذا دخل في الصلاة وبعدما شرع فيها وبدأ يقرأ شك في تكبير الحرام لا يلتفت إلى الشك فكيف إذا كان هذا شك في صلوات قد أداها منذ سبع سنوات فمن باب أولى لا تلزمه الإعادة ولا يلتفت إلى هذا الشك وليحسن المستقبل والله أولى بالعفو عنه يقول لنا رجل مسلم أعيش في أوروبا وأرغب في الزواج من مرأة من أهل الكتاب نصرانية كانت تعيش مفصلة عن زوجها منذ عشرين شهرا وبعد هذه الفترة وقع الطلاق طلاق لاصمي لأنه في الديانة المسيحية لا يوجد وحتى يكون هذا الطلاق نافذ مفعود يقبل انتظار مدة شهر طلاق كامل ولا الحق قانوني بعد الفترة نتزوج من أي رجل يتقدم إليها معكم هذا الإسلام أم يقبل انتظار ثلاثة أشهر وعشر إلى آخر أولا نحن لا ننصحك أن تتزوج غير مسلمة فلالفتوى على أنه لا يجوز في مثل هذه الظروف وفي مثل هذا الزمان للمسلم أن يتزوج غير المسلمة لأن الزواج بغير المسلمة من النصارى أو من اليهوديات من النصرانيات أو اليهوديات إنما أبيح عندما يكون في ذمة المسلمين وفي دولة مسلمة ترعى وجودهم خوفا على الرجل وعلى الأولاد أما عندما تكون المرأة في دولة غير مسلمة ولها سلطة على الأولاد وعلى الزوج فإنه لا يجوز المسلم أن يتزوجها ولشيخنا الخليلي إجابة مطولة ومفصلة في هذا الموضوع يمكنك أن ترجع إليها هذه المسألة الأولى أما المسألة العدة فنعم المرأة بعد الطلاق لابد أن تعتد بثلاث حيض سواء كانت مسلمة أو كانت غير مسلمة والله أعلم يقول كنت أكذب على الناس كثيرا والحمد لله أكتبت الآن هل أعترف للذين كذبت عليهم لا يعني إن كان يترتب على اعترافك مضرة أو مفسدة فلا ننصحك بذلك نعم إن كان ترتب على كذبك مضرة بأحب الناس فعليك أن تزيل هذا الضرر وأن تضمن كل ضرر ترتب على كذبك هل يجوز أن يبخر الحمام باللبان لا مانع من ذلك تقول زوجي طلقا للطلقة الأولى في فترة الحيض فهل تعتبر طلقة نعم القول الصحيح الذي عليه جمهور الأمة على اختلاف مذاهبهم أن طلاق الحيض يقع وهو الذي دل عليه حديث بن عمر الصحيح عند البخاري وغيره فالطلاق يقع في الحيض ولكن يعد الزوج آثما عاصيا عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك تقول وطلقا للطلقة الثانية في فترة عدة الطلقة الأولى فهل تعتبر طلقة نعم الطلاق يتبع الطلاق مدامة المرأة في العدة هل يجوز للمرأة أن تقابل زوج ابنتها نعم زوجه الإبنة محرم فلا تمنع من مقابلته أو من الحديث معه بشرط أن لا يقع بينهم شيء مما حرم الله عز وجل كما هو معلوم هل يجوز أن تضر المرأة شعرها أمام زوج ابنتها لا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة ولم تخش مفسده يسأل عن صفة سجود السهو والتلاوة الشكر سجود السهو يشرع عندما يقع للإنسان سهو في صلاته بزيادة أو نقصان أو شك وهو سجدتان وقد اختلف أهل العلم هو قبل السلام أو بعد السلام وأقوى الأقوال أنه إن كان لنقص فقبل السلام وإن كان لزيادة فبعد السلام أما إن كان لشك فإذا كان معه غلب الظن فبعد السلام وإن لم يكن معه غلب الظن بنا على اليقين وسجد قبل السلام هذا من أقوى الأخوال في المسألة وسجود التلاوة يشرع عندما يقرأ الإنسان آية السجدة وآيات السجدة لها مواضع معروفة في القرآن الكريم وهي سجدة واحدة فقط وسجود الشكر يشرع عندما يحدث للإنسان أمر مفرح كأن يبشر بولد أو يبشر بوظيفة كان ينتظروها أو بشيء مما يفرحه فإنه يسجل لله سبحانه وتعالى شكرا له على هذه النعمة ما حكم الإسلام في الدبلة الدبلة من عادات اليهود أو من عادات غير المسلمين بشكل عام فلا يجوز الاقتداء والتشبه بهم في ذلك ولشيخنا الخليلي جواب طويل في هذه المسألة من أراده فليرجع إليه في فتاوى النكاح يقول أسأل عن مسألة وقعت لحد الأشخاص وهو أن شخصا ارتكب ذبا عظيما وهو المواقعة أو الجماع في الدبر هل يعتبر زنا وما هي كفارة هذا العمل الشياني إذا كان السال يسأل أن رجل أتى امرأته في الدبر فإنه يعتبر ارتكب ذبا عظيما عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم والإقلاع والعزم الأكيد أن لا يعود إلى ذلك أبدا أما إن كان أتى امرأة في دبرها فهذا حكم حكم الزنا والعياذ بالله تعالى من ذلك وعليه التوبة لله عز وجل وإن كانت المرأة صبية أو مكرهة أو أمة أو مجنونة فعليه لها العقر وهو نصف عشر ديتها أما إن كانت بالغة عاقلة حرة مختارة فلا شيء عليه لها وإنما يتوب بينه وبين ربه عز وجل امرأة تعلم أن مهرها الذي قدمه لها زوجها كان سلفة من البنك وافقت على هذا الزواج وتم وبعد أربعة أشفر من الزواج حدثت مشاكل وصلت إلى حد الطلاق هل المهر الربوي سبب العدم التوفيق في الزواج وماذا عن الذهب الذي اشتراته وماذا تصنع به الله أعلم أولا نقول أن المعاصي لها أثر في عدم التوفيق في حصول المشكلات في الحياة كما نص على ذلك القرآن الكريم فلا يستبعد أن يكون أخذه الدين الربوي من أسباب ضيق الصدر وعدم التوفيق في الحياة الزوجية لكن لا نستطيع القطع بذلك إذ قد تكون هناك أسباب أخرى أدت إلى وقوع الطلاق ونحن ننصحكم بالتوبة إلى الله تعالى والتخلص من جميع المحرمات أما الذهب الذي اشتري بهذا المهر فهو حلال لك لا تتحملين وزر زوجك في اقتراضه بالربا وعليك الزكافي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يقول تعلمت بعض من أسرار الحروف واسماء الله الحسنى وكان من بين هذه الأسرار أن أقوم بكتابة حرب معين بعدد معين في ورقة مع تلاوت اسم من أسماء الله الحسنى الموافقة لهذا الحرف وتوضع الورقة داخل المصحف الشريف نحن لا ننصح بالتوغل في هذه الأشياء لأن هذه الأشياء كثير منها يخشى أن تقر الإنسان إلى اعتقادات باطلة أو توهمات أو تصورات غير صحيحة فننصحك بالحذر في هذا الموضوع وأن لا تتعجل وأن تعرض هذه الطريقة بصورة أوضح على أهل العلم حتى يعطوك الجواب الشافي فيها يستفسع العمل في البنوك الربوية لصحوبة الحالة الاجتماعية حيث يقوم بعول أسرة وليس لديهم دخل والوظائف غير متوفرة إلى آخرة الجواب لا يجوز العمل في البنوك الربوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فالذي يكتب الربا أو يشرع عليه يعتبر شريكا معهم في الإثم وفي اللعنة والعياذ بالله والربا حرب مع الله ورسوله والذي يدخل في عملية الربوية يكون محاربا لله ورسوله فننصحك بالصبر والتحمل والسؤال الله تعالى الفرج ولابد يشترط في عمل المرأة أيضا أن يكون عملا غير مختلط وأن يكون متناسبا مع طبيعتها الانثوية والله أعلم من عندها استحاضة ثم أزالت النجاسة حتى تلوضى للصلاة وبعد الصلاة قرأت القرآن وصالفت آية سيدة هل تسجد أم أن الوضوء انتقض بسبب الاستحاضة لا مانع بما أنها في نفس المجلس قرأت صلت ثم قرأت القرآن وهي في مجلسها فإنها تسجد للتلاوة بناء على اشتراط الوضوء لسجود التلاوة أما من لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة فلا يمنعها مطلقا من السجود التلاوة لو كانت على غير وضوء لأن العلماء اختلفوا في سجود التلاوة هل يشترط له الوضوء أم لا يشترط له وضوء واختلفوا في المستحاضة إذا توضعت هل وضوء فقط يصلح لآداء صلاة واحدة أم لها أن تصلي به ويبقى مفعوله ما لم ينتقض بحدث آخر غير حدث الاستحاضة في ذلك خلاف بين أهل العلم هل يلزم عند الوضوء إزالة الخاتم أم يكفخ الخلطة المامة بين أصبع لا يلزم إزالة الخاتم وإنما يحركه حتى يتيقن من دخول الماء في الموضع الذي فيه الخاتم يسأل يقول كنت مبتلى بعادة الاستمناب اليد وهي قضية التسقت بي منذ القدم ولم يستطع أن يوقفها ومقبل الآن على الزواج ماذا يترتب عليه هل الصلوات والصيام الماضي مقبول إذا ترتد الله تعالى يتقبل الله صلاتك وصيامك إلا إن كنت صليت على جنابة لم تقتسل فصلاتك باطلة أو صمت وأنت على جنابة فصومك غير صحيح أما إن كنت تقتسل بعد الاستمناء وتصلي وتصوم ثم ترتد الله تعالى ورقعت إليه فالله تعالى يتقبل منك صلاتك وصيامك يقول تلقيت فرصة عمل في شركة طيران في وظيفة إدارة بقسم المحاسبة ولكن البعض قال بأنها حرام لأن الشركة تقدم المشروبات أي الخمر المسافرين إذا كنت في المحاسبة تحاسب على كل شيء وبما في ذلك الخمر فنعم لا يجوز لك أما إن كنت لا علاقة لك بالخمر وإنما تحاسب على الأشياء الحلال الجائزة فلا حرج عليك هل تقبل توبة الزانية وهل يجوز لها أن تتزوج نعم الزانية إذا تابت إلى الله عز وجل فالله تعالى يتقبل توبتها ما من ذنب إلا والله تعالى يقبل توبته إن الله يغفر الذنوب جميعا فعلى الإنسان إذا ارتكب أي ذنب مهما عظم في نفسه أن يوقن بأنه قصيط وسهل في جانب عفو الله إذا تاب العبد إليه فالتتب الزان إلى الله والتستر إلى نفسها ولا تمنع من الزواج بعد ذلك هل التفخير وهو أن يضع رجل ذكره على فخذ امرأة حرمه حرام كحرمة الزنا وما هي شروط التوبة نعم التفخير حرام يعني أن تكشف على فخذ امرأة أجنبية أو أن تلمسه أو أن تقضي حاجتك على فخذ هذا حرام ومعصية كبيرة ذنب عظيم وبالتالي على من وقع في أن يندم وأن يتوب وأن يقلع إلى الله وأن يعزم أن لا يعود إليه ولكن من وقع في التفخير لا يحد كما يحد الزاني وإنما يعزر أن يؤدب بما يقتضيه نظر القائم بالأمر إماءة وضعت سما لقتل قط كان يأكل الدجاج وعلى إثر ذلك مات العديد منها فماذا يلزمها إن كانت فعلته مضطرة بحيث فعلا كانت هذه القطة تأكل دجاجها وحاولت دفعها ولم تندفع إلا بالسما فلا شيء عليها ويحسن بها أن تستغفر وأن تتوب إلى الله والله تعالى يتقبل منها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشره أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك سبحانه ربك رب العزيزة عما يصفون والسلام على المسؤلين والحمد لله رب العالمين